التغافل سماحة ولين إغضاء وحلم غض طرف ونقاء سريرة التغافل يزيد المحبة يديم الألفة ويبقي المودة ويطفئ نار العداوات وقد قال شوقي فخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر أيها الكرام في زمن كثر فيه القيل والقال وكثرة السؤال والانتقاد اللاذع من ألسنة سهامها لا ترحم تغافل 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 لأجلك لأجل عافيتك لأجل تحقيق أهدافك قال الله في سورة يوسف واصفا خلق هذا النبي العظيم يوسف عليه السلام وتغافله عن الزلات وغفرانه للهفوات قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل يقصد يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم كان قادرا على إبدائها على إظهارها لكنه تغافل لأجل بقاء الود لأجل المحبة لأجل المودة لأجل الزمن القديم الذي كان بينهم إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المسكن الخشمي التغافل يكفي أنها صفة من صفات عباد الرحمن قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما السلام عليكم ورحمة الله ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله يا أمم يا أمم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله